النهاردة الفريق الاول لكرة اليد رجال ده على صعيد اخر بقى بالنادي الاهلي بياخد مواجهة مهمة جدا امام الزمالك في نهائي كأس السوبر الافريقي على صارة الامير عبدالله الفيصل بمقر الجزيرة طبعا النادي الاهلي تأهل للمباراة النهائية مباشرة بعد اعتذار نادي الترجي التونسي عن عدم المشاركة في هذه البطولة فيما تأهل الزمالك للنهائي عقب تخطي فريق جي اس كي الكنجولي بنتيجة 45-25 ووفقة الجهات الامنية على حضور الف مشجع لمباراة النهائية وبطبيعة الحال اي اللقاء بيحمل الاسمين دول الاهلي والزمالك وايا كانت الرياضة اللي هو بيتنفسه فيها طبعا هكون اللقاء قوي جدا